موسيقى خلال استقباله وزير الخارجية الإيطالية الرئيس السيسي يؤكد أن النصر تبدل مساعيها وتكثف اتصالاتها لاحتواء التصعيد ويطالب بحماية المدنيين ووقف نزيف الدماء مع تواصل الغراط المكثفة الشهداء الفلسطينيون يتخطون الألاف ومطالب أممية بإقامة ممرات لتسهيل دخول المساعدات إلى قطع غزة رئيس مجلس الوزراء يتفقد عددا من المشوعات بمحافظات بمحافظة الإسكندرية وافتتح المتحف الروماني بعد ترمينه السادسة مساء بتوقيت القاهرة الثالثة بتوقيت جرينج نشطة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على التوجه الثابت لمصر لتطوير التعاون البناء مع شركة دانيلي وغيرها من الشركات الإيطالية وذلك في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وإيطاليا جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس مجلس إدارة شركة دانيلي الإيطالية وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على زيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا وتعمل الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص المصري وتوفير الفرص له للنمو والازدهار في إطار الأنشطة المستقبلية مع الشركة الإيطالية مع إقامة مراكز فنية إيطالية في مصر للتدريب للعمالة للاستفادة من الخبرة الأجنبية من جانبه أعرب رئيس دانيلي عن اعتزامه التوسع في أنشطة الشركة في مصر وذلك من خلال إنشاء المجمعات الصناعية والتكنولوجيا الخضراء الصديقة للبيئة خاصة في ظل الفرص الاستثمارية والمزايا الاقتصادية في مصر كما شهد اللقاء التباحث حول أفاق التعاون بين مصر وشركة دانيلي الإيطالية التي تعد من أعرق وأكبر الشركات العالمية في صناعة معدات وتكنولوجيا إنتاج الصنب تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من سلطان هيثم ابن طارق سلطان عمان تناول هذا الاتصال تطورات التصعيد الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وذلك في ضوء التدعيات الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة والمعاناة الإنسانية المتصاعدة التي يتكبدها المدنيون بسبب النزاع وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وسلطان عمان اتفقا على أهمية توحيد الجهود لحث جميع الأطراف على التهديئة وخفض العنف واستعرضا لاتصالات الجارية في هذا الصداد كما تم التجديد خلال هذا الاتصال على ضرورة دفع الجهود الرامية للتوصل لحل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقا لمرجعيات ومقرارات شرعية الدولية وبما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة استقبل رئيس عبدالفتاح السيسي أنتونيو تاياني نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية بالإضافة إلى سفير إيطاليا بالقاهرة وعدد من المسؤولين الإيطاليين شهد اللقاء تأكيد تطلع المتبادل الدعم الشراكة المتميزة بين البلدين الصدقين ومواصلة التطور الإيجابي والدفعة القوية للتعاون الثنائية وذلك في ضوء العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وإيطاليا والروابط الثقافية العميقة بين الشعبين تم تبحث أيضا في هذا الإطار بشأن السبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين حيث تم تأكيد أهمية تعزيز العمل الجاري لدعم الإنتاج الغذائي والتعاون الصناعي المشترك فضلا عن استغلال الفرص المتاحة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة كما تم تثمين الاستثمارات المتنامية التي تقوم بها شركات الإيطالية في مصر وفيما يتعلق بالأوضاع الدولية والإقلامية تترقى اللقاء لتطورة الراهنة على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي حيث تم توافق على القطورة البلغة للموقف وأهمية العمل على وقف التصعيد وتحقيق التهدئة بين الطرفين حرصا على استقرار المنطقة مع تأكيد أن السلام العادل والشامل استنادا إلى حال الدولتين يمثل ضرورة قصوى لاستقرار المنطقة كما أكد نائب رئيس الوزراء الإيطالي تعويل إيطاليا على دور مصر المهم والحيوي في هذا الصدد وأوضح رئيس السيسي من جانبه أن مصر تبدل مساعيها وتكثف اتصالاتها لاحتواء الموقف منعا لتفاقمه مشددا على أهمية وقف نزيف الدماء وحماية المدنيين ومنع استهدافهم والحيلول دون تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني ومحذرا من العواقب الخطيرة أمنيا وإنسانيا للنزاع الجاري وأهمية الدور الأوروبي والدولي في دعم مسار التهديئة والمفاوضات أكد وزير الخارجية سامح شكري على تطلع مصر لاستمرار التواصل وتنصيق مع إيطاليا في كافة المجالات مشيدا بزيادة الاستثمارات الإيطالية في قطاعات عدة بمصر جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنتونيو تاياني كما تعلمون فإيطاليا هي الشريك الأول لمصر ضمن دول الاتحاد الأوروبي والشريك الرابع على مستوى العالم عدد كبير من الصدرات 20% من الصدرات المصرية توجه نحو إيطاليا والعدد الشركات الإيطالية العاملة في مصر شيء مهم بالنسبة لجهود مصر التنموية ونسعى وهناك إرادة قوية لدي الجانبين لتوسيع التعاون فيما يتعلق بالنواحي الاقتصادية زيادة حجم الاستثمارات زيادة حجم الشركات العاملة الإيطالية العاملة في مصر بما يعود بالنفع على البلدين أيضاً العلاقة الثقافية العميقة اللي بتربط بين البلدين نظراً للحضارتين خدماتين ولكن أيضاً الامتزاج فيما بين الشعبين عبر السنوات الماضية والأهمية اللي بتوال بنعلقها على التعاون أيضاً في مجال التعليم وتناولنا قضايا متصلة بالهجرة غير الشرعية والعمل على تناول هذه القضية من منظورها الشامل سواء فيما يتعلق بالنواحي الاقتنية لكن أيضاً النواحي الاجتماعية والاقتصادية أكد وزير الخارجية سامح شكري على ضرورة وجود توافق في أصوات المجتمع الدولي نحو تهديئة الأوضاع ضف وزير الخارجية على أن هناك اتصالات جرياً مع طرفي الصراع الفلسطيني والإسرائيلي لتهديئة الوضع كما تعلمون فإيطاليا هي الشريك الأول لمصر ضمن دول الاتحاد الأوروبي والشريك الرابع على مستوى العالم عدد كبير من الصادرات 20% من الصادرات المصرية توجه نحو إيطاليا والعدد الشركات الإيطالية العملها في مصر شيء مهم بالنسبة لجهود مصر التنموية ونسعى وهناك إرادة قوية لدي الجانبين لتوسيع التعاون فيما يتعلق بالنواحي الاقتصادية زيادة حجم الاستثمارات زيادة حجم الشركات العاملة في إيطاليا العاملة في مصر بما يعود بالنفع على البلدين أيضاً العلاقة الثقافية العميقة التي تربط بين البلدين نظراً للحضراتين قدماتين ولكن أيضاً الامتزاج فيما بين الشعبين عبر السنوات الماضية والأهمية التي نعلقها على التعاون أيضاً في مجال التعليم وتناولنا قضايا متصلة بالهجرة غير الشرعية والعمل على تناول هذه الحضية من منظورها الشامل سواء فيما يتعلق بالنواحي الاقتصادية ولكن أيضاً النواحي الاجتماعية والاقتصادية أكد وزير الخارجية سامح شكري على أن مصر تحرص على تواصل الإمدادات الإغاثية لقطاع غزة وطلب الوزير خلال المؤتمر المشترك بضرورة تطبيق القانون الدولي الإنساني في التعامل مع مدينة غزة أكيد أن عدم الاستقرار والصراع يؤهل لزيادة عدد الهجرة غير الشرعية واللجوء للخروج خارج نطاف الخطر لأماكن أمانة فيما يتعلق بالأوضاع الحالية فهناك حصار والمنافذ الإسرائيلية مغلقة تماماً أمام المواطنين في غزة نصر حرصت على استمرار فتح معبر رفح لتوفير المساعدات الإنسانية سواء كانت في أغزية أو مؤتبية وسوف تستمر في توفير كل الدعم الإنساني والأشقاء الفلسطينيين لكن عدم الاستقرار في المنطقة وتوسيع رقبة الصراع كما تفضلت بالتأكيد هي تشجع على مزيد من الهجرة والمزيد من اللجوء إلى مناطق أمنة بالتأكيد منها أوروبا دائماً مركز جزء مصر قامت بدورها على مدى السنوات الماضية منذ 2016 بمنع أي خروب الهجرة غير الشرعية من أراضيها أني قال له الشهادة ما فيش وصف الحجم الضماري اللي إحنا فيه أعلن وزير الخارجية سامح شكري أن الوضع الإنساني في قطاع غزة خطير جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية لكل من تور وينسلاند منصق الأمم المتحدة الخاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط وفالب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونرواح أكد شكر ضرورة تكاتف الجهوذ من أجل وقف الحرب الدائرة وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين في القطاع محذرا من مغبة التوسع في تنفيذ سياسات العقاب الجماعية والتجويع والحصار بالمخالفة لأحكام القانون الدولي الإنسانية لما لذلك من أثار وخيمة على تدهور الأوضاع الإنسانية للمدنيين تبدل مصر جهودا مكثفة لدعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية والأمنية تقوم مصر بتكثيف الدعم الإنساني المتواصل لشعب الفلسطينية خاصة استقبال المرضى والمصابين وعلاجهم في المستشفيات والآن ننتقل معنا لاجتماع طارق بجامعة الدول العربية لوزراء الخارجية العرب ماتين من صاحب الجلال الملك محمد السادس دعت المملكة المغربية بصفتها رئيسة الدورة 160 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري إلى عقد هذا الاجتماع الطارق للتشاور والتنصيق بشأن تدهور الأوضاع في قطاع غزة واندلاع أعمال عسكرية تستهدف المدنيين والعدوان على قطاع غزة وكذا البحث عن سبل إيقاف هذا التصعيد الخطير إنما شهدناه جميعاً في الأيام الماضية من أحداث دامية ومروعة وما واكبها من عنف منقطع نظير ومن احتقان خطير لهو مؤشر على أننا أمام وضع غير مسبوق قد يدخل الصراع إلى مرحلة لا يمكن التكهن بملامحها وتداعيتها على المنطقة إن الوضع مأساوي بكل ما تحمله الكلمة من معنى من معاني الحدة والفضاعة والقصوى قتلى بالمئات جرحى بالآلاف ونزوح جماعية فوق 170 ألف فضلاً عن الإعلان عن حصار كامل عن منطقة غزة يشمل قطع المياه وحضر دخول الغداء والوقود بل وحتى الدواء كما أن استهداف المدنيين من أي جهة كانت والاعتداء عليهم يعد مصدر قلق بلغ ويدفعنا للتأكيد على ضرورة توفير الحماية الكاملة لهم بموجب القانون الدولي الإنساني والشرائع السماوية والقيام الإنسانية وأن لا يكونوا هدفاً أو ضحايا يحدث كل هذا في خضم تصاعد خطاب استئصالي ممنهج مريع لا يبشر بالخير في المستقبل القريب كأننا لنمنى السوعب بعد أن العنف لا يؤدي إلى العنف المضاد وأن الإقصاء لا يولد إلا الإقصاء وأن التطرف لا ينتج إلا التطرف وبالتأكيد لا يمكن بأي حال من الأحوال فصل ما حدث عن الأسباب الجذرية التي شكلت ومازالت عاملاً رئيسياً في انفجار الوضع بما في ذلك على وجه الخصوص انسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة والإجراءات الأحادية الجائرة في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة ولقد سبق لصاحب الجلال الملك محمد السادس أن نبه غير ما مر إلى خطورة هذه العوامل مندداً بشدة بالاقتحامات المتقررة التي يقوم بها متطرفون يهود للمسجد الأقصى المبارك ومحذراً من أن تلك التصرفات المرفوضة تغد التطرف وتروج لثقافة العنف وتؤجج نيران الصراع وتقوض جهود التهدئة وتنسف أفق حل الدولتين وتضرب بذلك في الصميم كل فرص السلام الشامل والعادل والدائم واليوم تجدد المملكة المغربية التأكيد على أن المساس بالوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس والمساس بحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني يقوض فرص السلام ويؤدي إلى تأجيج الصراع من صراع سياسي إلى صراع ديني ستكون عواقبه وخيمة على الجميع أصحاب السمو والمعالي والسعادة حضرات السيدات والسادة لم يعد مصطلح خطير يكفي لتشخيص الوضع الحالي في الشرق الأوسط أمام تصعيد غير مسبوق وسع ساحة المواجهات وأذكى حلقة العنف والعنف المضاد بحدة قد تقضي على ما تبقى من فرص وأمال شعوب المنطقة في إقامة سلام دائم وشامل هذا الوضع المتأزم يسائل أيضاً المجتمع الدولي والقوى الفاعلة والأعضاء الدائمين بمجلس الأمن حول مدى نجاعة تعاطيهم مع هذه القضية المزمنة فإن هي الآليات التي وضعت للنظر في هذه القضية ومتابعة تطوراتها وما هي نجاعتها وما هي النتائج التي حققتها حتى الآن وهل سيكتفي المجتمع الدولي بمجرد إدارة الأزمة وإصدار بيانات جوفاء لا تأثير لها ومن هذا المنطلق ومن منظور المملكة المغربية فإن اجتماع مجلسنا الطارئ لهذا اليوم يجب أن ينصب على تحقيق أربعة أهداف رئيسية هي كالآتي أولاً بدل كل الجهود لبلوغ هدف التهدئة وحقن الدماء من خلال التحرك سواء بشكل جماعي أو فرضي لدى القوى الدولية الفاعلة من أجل الوقف الفوري للمواجهات على الأرض وخفض التصعيد ووقف العدوان على قطاع غزة مع ما يتطلبه ذلك من حماية للمدنيين ومنع استهدافهم ووقف الاستفزازات والأعمال الإحادية تفادياً لاستفحال الوضع وخروجها عن السيطرة ثانياً تقييم الاحتياجات الصحية والإنسانية العاجلة في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المتضررة للتجاوب مع تلك الاحتياجات وسبل إيصاء المساعدات إلى جهتها ثالثاً تقوية الموقف التفاوض للأشقاء الفلسطينيين من خلال التعجيل بالمصالحة الوطنية ونبدل خلافات وإعلاء المصلحة الفلسطينية العليا ونرحب في هذا السدد بجهود جمهورية مصر العربي الشقيقة ونحثها على مواصلة جهودها المشكورة والدأوبة من أجل تحقيق مصالحة فلسطينية حقيقية ودائمة رابعاً حث الأطراف الدولية راعية عملية السلام بما فيها الرباعية الدولية على البدء في مشاورات حقيقية لإحياء العملية السلمية من أجل بلورة خارطة الطريق بأهداف عملية تشمل جدولاً زمنياً للدخول في مفاوضات جادة وهادفة للاتفاق على صيغة نهائية لحل القضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية والعربية وفي هذا المقام أجدد التأكيد على دعم المملكة المغربية الكامل والثابت لدولة فلسطين ولسلطتها الوطنية الشرعية بقيادة فخامة الرئيس محمود عباس للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال والعيش الكريم أصحاب السمو والمعالي والسعادة معالي السيد الأمي العام حضرات السيدات والسادة إن أمن الشرق الأوسط واستقراره كما أكد على ذلك جلالة المالك في رسالته السامية بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يتطلب مساع بلا انقطاع وجهود حثيثة ومتواصلة للخروج من منطق الصراع والعنف إلى منطق السلام والتعاون وبناء فضاء مزدهر لشعوب المنطقة بطبيعة الحال فإن المملكة المغربية بقيادة جلالة المالك ستظل متشبتة بالسلام العادل والشامل المستند إلى قرارات الشرعية الدولية باعتبارها خياراً استراتيجياً لا محيد عنه ومستعد للنخراط في أي جهد دولي يروم تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967 وفق حل الدولتين المتوافق عليه دولياً بما يمكن شعوب المنطقة من مستقبل آمن يعمه السلام ويتيح فرص التفوق للأجيال الصاعدة شكراً لكم أعطي الآن الكلمة للسيد الأمي العام لإلقاء كلمته شكراً 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 معالي الأخ العزيز ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمقيمين بالخارج للمملكة المغربية معالي السادة الوزراء الحضور الكريم يلتأم المجلس اليوم في ظرف عصيب التصعيد الجاري بين حماس والإسرائيليين غير مسبوق في حدته وأفاره هناك احتمالات جادة لانفلات الأوضاع وربما اتساع نطاق المواجهات وهي احتمالات أتمنى عدم تحققها لأنها يمكن أن تدفع بالمنطقة كلها إلى وضع غير معلوم ويبدو للأسف أن الأمور تتجه نحو هذا الاتجاه أن هذه اللحظة الخطيرة تقتضي من الجميع ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والنظر إلى العواقب أن العمليات الانتقامية التي تمارسها وتجهز لها قوات الاحتلال الإسرائيلي لن تجلب الاستقرار بل ستدخلنا في المزيد من دوامات العنف والدم والعقوبات الجماعية التي تمارسها هذه السلطات ضد سكان غزة مرفوضة ومدانة في القانون الدولي نحن نتضامن مع الفلسطينيين من سكان قطاع غزة الذين أتعرضون اليوم لمجزرة يتعين إيقافها فورا وإدانتها بأشد العبارات لا أحد كان يرغف مثل هذا التصعيد ونرفض بشكل كامل أي عنف ضد المدنيين وبلا مواربة فقتل المدنيين وترويع الآمنين غير مقبول كوسيلة لتحقيق غاية سياسية سامية مثل الاستقلال أنني أدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وإلى وقف هذا التصعيد الخطير حتى لا ننزلق إلى ما هو أشد خطورة وبما يعرض استقرار المنطقة بأسرها إلى تهديد جسيم إن المجلس الموقر عبر مراراً خلال الأعوام الماضية عن مواقف واضحة تحذر من اقتراب الأوضاع في فلسطين المحتلة من حد الانفجار التصعيد الجاري ليس وليده اليوم ولكن له أسبابه الجزرية المعروفة للجميع من إنكار الحقوق الفلسطينية واعتبار الفلسطينيين من كل الألوان السياسية في الضفة الغربية أو غزة مشكلة أمنية لا أكثر وخلق نظام للاحتلال يقوم فعلياً وبشهادة الجميع على نظام الأبرتايد والقضاء على حل الدولتين كل يوم عبر الاستيطان المستمر وقدم الأراضي هذا كله أدى إلى خنق الأمل في أي أفق سياسي وأوصلنا إلى النقطة المؤسفة والخطيرة التي نقف عندها اليوم لقد تبنت الدول العربية كذلك وعبر السنوات الماضية طريقاً لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس مبادرة السلام العربية ووفق صيغة الدولتين أنها الصيغة الوحيدة التي توفر الأمن للجميع والسلام للجميع والاستقرار للمنطقة ولكن للأسف اعتبرت إسرائيل أن الاستيطان مقدم على السلام وأن الاحتفاظ بالأرض أهم من صيانة المستقبل للأجيال القادمة وأن الوضع القائم يمكن أن يستمر للأبد وأمعنت حكومة الاحتلال حكومة إسرائيل في قمع الفلسطينيين واستفزازهم وأطلق بعض رموزها العنان لخطاب الكراهية والتحريد وأقول باختصار هناك طريق يوفر حياة كل المدنيين إنه المصاري الوحيد العقلاني الذي يصون الحياة والأمن والمستقبل لأبناء الشعبين إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية أتمنى أن يعلو صوت الحكمة على نداءات الانتقام أرجو أن تتوقف دوامة العنف فورا لأنها لن تفضي سوى للمزيد من المآسي والآلام وقد تخرج الأمور عن سيطرة أي طرف على نحو لا يمكن التنبؤ بمآلاته أو تبعاته على الجميع أتطلع اليوم لليوم الذي ينعم فيه الجميع في فلسطين وإسرائيل في دولتي فلسطين وإسرائيل بالأمن والكرامة والحرية للدولتين دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام الأجيال الجديدة تستحق العيش بعيدا عن دوامات الكراهية والعنف ربما تذكرنا هذه اللحظة برغم كل ما تحمله من مخاوف وآلام بأنه لا مهرب من استحقاقات السلام وأن انسداد الأفق السياسي لن يفضي سوى إلى جوالات متكررة من العنف ونعدام الاستقرار شكرا لحسن الاستماع أشكر معالي السيد الأمير العام أحمد أبو الغيب على كلمته وأعطي الكلمة الآن لأخي معالي الدكتور رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين رئيس وفي الدولة فلسطين للتفضل بإلقاء كلمته معالي الأخي الوزير ناصر بوريطة وزير خارجية المملكة المغربية الشقيقة رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري معالي الأمير العام للجامعة العربية أصحاب السمو والمعالي والسعادة اسمحوا لي أن أستهل كلمتي بالتوجه بتحية إكبار وإجلال لأبناء وبنات الشعب الفلسطيني العظيم الذين يواجهون اليوم حرب إبادة مسعورة من قبل الاحتلال العنصري الاستعمال والماري الإسرائيلي الغاشم وأن أترحم على أرواح شهدائنا الأبرار وأتمنى لألاف الجرحى الشفاء العاجل وأسمحوا لي أيضا أن أعبر بالنيابة عنكم عن فخرنا واعتزازنا بالشعب الفلسطيني الأبي في قطاع غزة الحبيب وسائر فلسطين الذي يواجه بعزة وكرامة بطشا صاحقا ويبقى صامدا بشكل أسطوري بإسمي السيد الرئيس محمود عباس أشكركم على حسن استجابتكم لطلب دولة فلسطين والمملكة المغربية بعقد وحضور هذا الاجتماع في مقر جامعة الدول العربية بيت العرب الأول في العاصمة المصرية القاهرة لتدارسي ونقاشي المخاطر الحقيقية التي تتعرض لها قضية شعبنا عامة والنتائج الكارثية للانفجار الكبير الحاصل في ساحة الصراع وتداعيات الحرب الإسرائيلية المدمرة على أهلنا وشعبنا في قطاع غزة والبحث في مجالات التحرك العربي المشترك والعجل لوقف العدوان فورا وتوفير الاحتياجات الأساسية لأبناء شعبنا في القطاع الأمير العام أصحاب السمو والمعالي والسعادة بداية نود أن نذكر العالم بأن السيد الرئيس محمود عباس ولسنوات طويلة وقف على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة وحذر مرارا وتكرارا من النتائج المترتبة على استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بما يرافقه من ارتكاب انتهاكات وجرائم يومية ضد المواطنين المدنيين العزل وأرضهم ومقدساتهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومنشآتهم ومؤسساتهم على يد قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة وفي وضح النهار وسط تحريض وضعم وإسناد أركان أساسية في الحكومة الإسرائيلية الحالية أمثال بن جافير وسموتريتش حيث بلغ عدد شهداء من شعبنا منذ بداية العام حتى ما قبل العدوان الأخير مئات الشهداء هذا بالإضافة للألاف من المعتقلين والمنازل التي هدمتها سلطات الاحتلال والذي أدت إلى تشريد الألاف أيضا من أبناء شعبنا في القدس والتجمعات البدوية خاصة الأمر الذي وثقته وتحدثت عنه مئات التقارير التي أصدرتها مؤسسات ومنظمات محلية وإسرائيلية ودولية في أبشع عمليات ضم تدريجي زاحف للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وتقويض أي فرصة لتسيد الدولة الفلسطينية على الأرض واستبدالها بنظام فصل عنصري إسرائيلي بغيض أبرتايد وفقا لمبدأ حل الدولتين وكدلالة لهذا التوجه فلقد اشترت وزارة الأمن القومي الإسرائيلي التي يرأسها بن غفير خمسة ألاف قطعة سلاح وطلبت شراء عشرة ألاف قطعة أخرى لتوزيعها على مستوطني الضفة الغربية لاستخدامها في اعتداءاتهم المستمرة على المواطنين المدنيين العزل في كل مناطق الضفة الغربية المحتلة لطالما حذرنا أيضا من تداعيات إغلاق الأفق السياسي لحل الصراع ورفض الحكومة الإسرائيلية وإفشالها لأية جهود عربية ودولية مبذولة لإحياء عملية السلام والمفاوضات وإفشالها المستمر لجميع التفاهمات الموقعة لتحقيق التهدئة ليس هذا فحسب بل والتعامل مع شعبنا وفقا لخيارات سموترش الثلاث التي عرضها في خطته الاستعمارية العنصرية التي يتفاخر بها عارضا على المواطنين الفلسطينيين الاستسلام والتعايش مع الاحتلال أو القتل أو التهجير نعم حذرنا مطولا من ازدواجية المعايير الدولية والصمت الدولي على جميع إجراءات إسرائيل وحادية الجانب غير القانونية وفي مقدمتها الاستيطان واستباحة المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المجد الأقصى المبارك وما يتعرض له من اقتحامات تهويدية من أجل تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا كما هو حاصل أيضا في الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل اليوم أيها السادة من حقنا أن نسأل ما هي النتيجة لكل ما سبق ذكره من حصار ظالم غير إنساني لقطاع غزة ومحاولات تكريس فصله عن الضفة الغربية إلى انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين إلى الفشل الدولي في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة الأمير العام معالي الوزراء يصعب علينا وصف ما يشهده قطاع غزة اليوم من مجازر جماعية أشبه ما تكون بالإبادة بجميع أنواع الأسلحة حتى المحرمة دوليا إننا إزاء كارثة إنسانية تتشكل أمام ناظرين تتمثل بالقتل المستهدف والتدمير الممنهج والترحيل القصري عن قطع المياه والكهرباء والوقود والغذاء والدواء عن تدمير المنزل وتشريد مواد قاطنيه في حال لم يتم تصفيتهم بالكامل عن تدمير البنية التحتية وكل ما يرمز إلى حياة يومية في غزة يريدون أن يعود قطاع غزة كما كان قبل مئات آلاف السنين بدون قاطنيه منطقة عازلة مفرغة أمنية وهناك من يصفق أو يغمض أعينه إذا جاهل حقيقة ما يحدث أو يبرر تلك الجرائم عالمنا ظالم قاسي لئيم حاقد تقوده العنصرية والكراهية يقضي على الحب والتعاون والتعايش إنهم أولئك من يريد أن يعلمنا الدروس وهم من يستحقها أولئك الذين يتبهون بالديمقراطية والقانون وهم من يخرقوها حتى هذه الساعة بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة أكثر من ألف شهيد نصفهم من الأطفال والنساء وتدمير أكثر من ألف مبنى وتشريد أكثر من 300 ألف إنسان بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية والمدارس والجوامع والمقرات الحكومية والبنوك والمصانع إنهم يتجهون إلى التدمير الشامل يكفي شعبنا دعمكم ودعم الشعوب الحرة في العالم ويكفيه ما بدأ يراه من تحركات شعبية في كثير من عواصم العالم تنطفض على الظلم وعلى سياسات حكوماتها المهم الآن هو وقف تلك الإبادة ووقف هذه الكارثة ووقف العدوان والقتل والدمار أسر وعائلات بأكملها شطبت من السجل المدني مدارس ومنازل وعمرات وأبراج ومؤسسات ومساجد ومستشفيات ومناطق بأكملها سويت بالأرض عملية تهجير تحت القصف للمواطنين المدنيين العزل استهداف كل شيء في قطاع غزة الأطفال النساء كبار الصن المرضى في جرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتم على شاشات الفضائيات أمام العالم بغطاء من أطراف دولية متسرعة أعطت نتنياهو الضوء الأخضر لاستباحة القطاع بمواطنيه ومعالمه لدرجة بات المسؤولين الإسرائيليين يتفخرون بما يرتكبونه من جرائم ينتدى لها جبين البشرية بحجة الدفاع عن النفس تحت هذه الحجة بعض الأطراف الدولية فوضت نتنياهو وحكومته لارتكاب إبادة جماعية بحق أهلنا في قطاع غزة بما في ذلك قطع الكهرباء والمياه والمواد الطبية والغذائية والوقود استهداف التواقم الطبية الصحفيين والإعلاميين لم يبقى شيء في القطاع إلا وتم استهدافه هل هذا هو الدفاع عن النفس أم مخطط له مسبقا هل توجيه الغزيين من قبل أطراف إسرائيلية بالخروج من غزة هو دفاع عن النفس من جهة أخرى يظهر توجه خطير تديره بعض الدول الأوروبية بوقف وتجميد المساعدات التنموية عن فلسطين وكأن السلطة الفلسطينية والرئيس عباس وحكومته المسؤولين عن الأحداث الأخيرة هذا عقاب مباشر للشعب الفلسطيني المستفيد الأول والأخير لهذه المشاريع التنموية وهذا يتم أصلا بعلم وكالات تنمية تلك الدول وبعلم حكوماتها وموافقتهم ليخرج علينا بهذا القرار الغريب والمستغرب هذا اسم إفلاس سياسي وعنصرية مفرطة وفقدان البوصلة السياسية وتخبط تحت ضغط إسرائيلي وصهيوني إذا كانوا يعتقدون أن هذا سيخدع شعبنا للموافقة عما رفضه بدماء أبنائه طوال سنين طويلة فهم واهمون في ذات الوقت تتعمد هذه الدول عزل الأحداث عن سياقها العام وحقيقة أن تصاعد الأحداث على الأرض لا تحدث في فراغ بل هي مرتبطة بشكل مباشر بوجود احتلال استعماري غير قانوني متواصل يمارس أكافة أشكال الاضطهاد ضد الشعب الواقع تحت احتلاله ويرتكب مخالفات للقواعد الآمرة في القانون الدولي بضم الأرض المحتلة وفرض نظام الفصل العنصري الأبرتايد إن تعمد تجاهل نكبة الشعب الفلسطيني المتواصلة منذ خمسة وسبعين عاما وحقائق استخدام إسرائيل غير القانوني وغير المنقطع للقوة الغاشمة ضد الشعب الفلسطيني وأعمال العدوان والقتل والتهجير المستمرة وتعمد إنكار إنسانية هذا الشعب العظيم وحقوقه وألمه تعكس عنصرية وإنحرافا سياسيا وإنسانيا أوصلتنا إلى ما نحن فيه وإعلانات التضامن الشاملة مع إسرائيل التي تقدمها لعديد من الدول الغربية وتتعمد تجاهل الشعب الفلسطيني وضحياه وصياق قضيته العادلة والقوانين الدولية وقرارة الأمم المتحدة التي تدوسها إسرائيل بشكل منهجي إن هذا النفاق والرياء السياسي أمر غير مقبول وغير مبرر وهو يساهم في استمرار الجرائم وفي تصاعدها الأمين الأعام الزملاء نطالب بوقف العدوان والحرب فورا ولا يجوز المجتمع الدولي أن يبقى صامتا إذا ما يتعرض له شعبنا من مجازر وجرائم كما نطالب بتأمين دخول الاحتياجات الأساسية لشعبنا بشكل فوري الحقيقة التي لا يمكن لأحد إنكارها أنه في كل مرة وفي كل منعطف تختار إسرائيل الحرب وتختار الاحتلال والاستعمار والضم والنفي فهي لم تنحاز للسلام قط ولم تختار قط احترام القانون ولم تعترف قط بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والعيش كشعب حر ومستقل في وطنه وعلى مدى السنوات الخمس والسبعين الماضية لم تستخدم إسرائيل سوى القوة والتهديد باستخدام القوة والاضطهاد والعقاب الجماعي والانتقام والسياسات والإجراءات التمييزية لتعزيز استلائها على الأراضي واستعمارها للأرض الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية في ذات الوقت ترفض الالتزام بحل الدولتين الذي يتمتع بالإجماع الدولي وتعمل على إفشاله على رؤوس الأشهاد والهدف الأساسي لهذه السياسات والممارسات غير القانونية معلن ومعروف للجميع هو تهجير واستبذال الشعب الفلسطيني في انتهاك لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وغيره من قواعد القانون الدولي القطعية إن الكارثة الماثلة أمامنا وما تفرض علينا مسؤوليات جسام وواجب الإصرار على الحل الجذري ومعالجة الظلم الأساس ومصدر الوحشية والعنف الأساسي والوحيد وجذر الصراع وهو الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي فمن غير المقبول التعاطي بجدية مع التصريحات والمواقف السطحية التي تشوه حياة الفلسطينيين وحقوقهم أو تجردهم من إنسانيتهم أو تتجاهلها وتعالج فقط أعراض هذا الظلم الذي طال أمده نؤكد مجدداً على أن الالتزام بالتفاهمات الموقعة واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع وإحياء عملية السلام من خلال عملية سياسية تفاوضية جدية بين الجانبين وفقاً لمرجعية السلام الدولية ومواظرة السلام العربية تفضي لإنهاء الاحتلال هو المدخل الصحيح لتحقيق أمن واستقرار المنطقة وازدهارها معالي الأمين العام الزملاء العزاء دون ذلك سيبقى العنف والتطرف والعنصرية والاحتلال والاستيطان وارتكاب المزيد من الجرائم والدمار هو سيد الموقف والنتيجة هي تآكل متواصل وإضعاف ممنهج لفرص السلام وأنصاره لصالح هذا الجنون ومن يقف خلفه وهي نتيجة مباشرة لغياب الإرادة الدولية في تطبيق القانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وشكراً لاستماعكم أشكر معالي وزير الخارجية والمغتربي لدولة فلسطين على كلمته كما تم الاتفاق عليه في اجتماعتنا فيمكن لأصحاب السمو والمعالي الوزراء ورؤساء الوفود توزيع كلمتهم والآن أعلق انتهاء الجلسة الافتتاحية وأطلب من الصحافة وباقي الضيوف مغادرة القاعة وسنبدأ جلسة عمل وهي مغلقة شاهدين تابعنا مع حضرتكم وقاع الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجي العرب بشأن العضوان الإسرائيلي على فلسطين الذي أكد على رفض الكامل الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين وتحذيرات من تأثر الأوضاع في المنطقة حيث قال الأمين العام أحمد أبو لغيت في كلمته أن هناك احتمالات تأحدى لانقلاب الأوضاع وربما اتساع المواجهات ويمكن أن تدفع المنطقة كلها إلى وضع غير معلوم وأكد أيضا أن هذه اللحظة الخطيرة تقتضي من الجميع ممارسة أقصى ضبط النفس وأن العمليات الانتقام التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي سوف تؤدي إلى تفاقم الأوضاع وتهدد المنطقة وعدم استقرارها وأيضا قال أنه أو أننا نتضامن مع الفلسطينيين من سكان قطاع غزة الذين يعانون من مجزرة شديدة وأدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وبما يعرض المنطقة لتهديد جسيم وقال أن عبر هذا المجلس الموقر عبر مرارا بالتحذير من تفاقم الأوضاع وقد وصلنا إلى النقطة المؤسفة التي نقف عندها اليوم وقال أيضا أن إسرائيل اعتبرت أن الاستطان مقدم على السلام وأن الوضع القائم يمكن أن يستمر للأبد وأمعانت قوات الاحتلال في استفزاز الفلسطينيين ويجب إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وقال أيضا الأمين العام للجامعة الدول العربية أحمد أبلغيط أنه يتطلع اليوم إلى اليوم الذي ينعم فيه الجميع سواء فلسطين أو إسرائيل بالسلام ولا مهرب لاستحقاقات السلام أما في كلمة زياد الملكي رئيس الخارجية والمختاربين بدولة فلسطين فقد استهل كلمته بتحية إجلال لأبناء وشعب فلسطين العظيم الذين يواجهون حرب شرسة من قوات الاحتلال وعبر عن فخره واعتزازه لشعب فلسطين الذي يواجه بعزة وكرمة كل ما يحدث ونعود إلى الخبر الأبرز في نشرتنا واستقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنتونيو تاياني نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية بالإضافة إلى سفير إيطاليا بالقاهرة وعدد من المسؤولين الإيطاليين وفي اجتماع منفصل أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على التوجه الثابت لمصر لتطوير التعاون البناء مع الشركات الإيطالية وذلك خلال استقباله رئيس شركة دانالي الإيطالية العاملة في مجال صناعة معدات الصل استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد أنتونيو تاياني نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية بالإضافة إلى سفير إيطاليا بالقاهرة وعدد من المسؤولين الإيطاليين صارح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد تطلع المتبادل لدعم الشركة المتميزة بين البلدين الصديقين ومواصلة التطور الإيجابي والدفعة القوية للتعاون السنائي وذلك في ضوء العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وإيطاليا والروابط الثقافية العميقة بين الشعبين وقد تم التبحث في ذلك الإطار بشأن سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين حيث تم تأكيد أهمية تعزيز العمل الجاري لدعم الإنتاج الغذائي والتعاون الصناعي المشترك فضلا عن استغلال الفرص المتاحة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة كما تم تسمين الاستثمارات المتنامية التي تقوم بها الشركات الإيطالية في مصر وفيما يتعلق بالأوضاع الدولية والإقليمية تترق اللقاء لتطورات الراهنة على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي حيث تم التوافق على الخطورات البالغة للموقف وأهمية العمل على وقف التصعيد وتحقيق التهدئة بين الطرفين حرصا على استقرار المنطقة مع تأكيد أن السلام العادل والشامل استنادا إلى حل الدولتين يمثل ضرورة قصوى لاستقرار المنطقة كما أكد نائب رئيس الوزراء الإيطالية تعويل إيطاليا على دور مصر المهم والحيوي في هذا الصدد وأوضح السيد الرئيس من جانبه أن مصر تبذل مساعيها وتكثف اتصالاتها لاحتواء الموقف منعا لتفاقمه مشددا على أهمية وقف نزيف الدماء وحماية المدنيين ومنع استهدافهم والحيلولة دون تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني ومحذرا من العواقب الخطيرة أمنيا وإنسانيا للنزاع الجاري وأهمية الدور الأوروبي والدولي في دعم مسار التهدئة والمفاوضات كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتح السيسي السيد جيانبترو بندتي رئيس مجلس إدارة شركة دانيلي الإيطالية وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور هالا السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمهندس محمود عسمت وزير قطاع الأعمال العام ولواء مختار عبداللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع إلى جانب عدد من كبار المسؤولين بالشركة الإيطالية اللقاء شهد التبحث حول أفاق التعاون بين مصر وشركة دانيلي الإيطالية التي تعد من آرق وأكبر الشركات العالمية في صناعة معدات وتكنولوجيا إنتاج الصلب حيث آرب رئيس الشركة الإيطالية عن اعتزام التوسع في أنشطة الشركة في مصر من خلال إنشاء المجمعات الصناعية والتكنولوجيا الخضراء الصديقة للبيئة خاصة في ظل الفرص الاستثمارية والمزايا الاقتصادية في مصر بما في ذلك اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية والدولية والبنية التحتية المتطورة في مختلف القطاعات وقد أكد السيد الرئيس في هذا السياق التوجه السابط لمصر لتطوير التعاون البناء مع شركة دانيلي وغيرها من الشركات الإيطالية في إطار العلاقات السنائية المتميزة بين مصر وإيطاليا كما أكد السيد الرئيس حرص مصر على زيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا وتعميق الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص المصري وتوفير الفرص له للنمو والازدهار في إطار الأنشطة المستقبلية مع الشركة الإيطالية مع إقامة مراكز فنية إيطالية في مصر لتدريب العمل للاستفادة من الخبرة الأجنبية في نقل المعرفة وبناء القدرات الفنية للكوادر المصرية نفت مصادر رفيعة المستوى ما تدولته تقارير إعلامية إسرائيلية بشأن قيام الأجهزة المصرية بإبلاغ الجانب الإسرائيلي عن وجود نوايا لدى حركة حماس لتنفيذ الهجوم الذي جرى في السابع من أكتوبر أضافت المصادر في تصريحات للقاهرة الإخبارية أن الموقف المصري هو معلوم للجميع وما تقوله مصر في العلن هو التمسك بثوابت القضية الفلسطينية مشيرة إلى أن الأجهزة المصرية باشرت ومنذ اللحظة الأولى اتصالاتها مع الجانبين من أجل التهديئة ومنع التصعيد هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شنغارات مكثفة على مناطق مختلفة من قطع غزة حيث قصفت قوات الاحتلال خلال الساعات الماضية أكثر من 200 هدف في حين بمدينة غزة وحدها فضلا عن غرات تركز أغلبها بمدينة خان يونس الجنوبية ومخيم البريج اللاجئين وسط غزة ما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة المئات ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية إلى أكثر من 1078 شهيداً فيما وصل عدد الجرحة إلى أكثر من 5300 مصاب من بينهم 26 شهيداً في الضفة الغربية ونتابع معكم مشاهدين على الهواء مباشرة القصف المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة في هذه الأثناء أوضحت سلطة الفلسطينية أن الضربة الإسرائيلية تدمرت حتى الآن أكثر من 22600 وحدة سكنية وعشت منشآت صحية وألحقت أضراراً بما يصل إلى 48 مدرسة من جانبها أكدت الأمم المتحدة أن الاعتداءات الإسرائيلية قد تسببت في نزوح أكثر من 260 ألف شخص داخل القطاع مشيرة إلى أن العدد مرشح للزيادة نظراً للاعتداءات غير المسبوقة على القطاع حضرت الأمم المتحدة من أن تلبية الإحتياجات الرئيسية لأهالي غزة أصبحت أكثر صعوبة معربة عن قلقها من إعلان إسرائيل الحصار الكامل على القطاع في هذه الأثناء أكد وكيل الأمين العام لشؤون الإنسانية ومنصق الإغاثة في حالة الطوارئ مارتين جريفث أن حجم وسرعة ما يحدث في الأرض الفلسطينية المحتلة يعد أمراً تقشعر له الأبدان داعياً إلى احترام قوانين الحرب ووقف العنف وحماية المدنيين والبنى تحتية المدنية أعلن جلال إسماعيل رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بغزة توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة وذلك بعد نفاذ إمدادات الوقود نتيجة للتصعيد المتواصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين وكان جلال إسماعيل أشار في وقت سابق لأن توقف محطة توليد الكهرباء سيتسبب في إغراق القطاع في ظلام دامس وتوقف جميع الخدمات الإنسانية في ذلك المستشفيات وجميع المرافق الصحية على إثره مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي هدد بقصف محطة توليد الكهرباء في حال إدخال أي كميات من الوقود موسيقى هذه الماضيات بشكلca which built فقد بان شرق بطلال من قائد性 موسيقى عيق بشكل وضع موسيقى اشتركوا في القناة تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من المشروعات بمحافظة الاسكندرية ورفقه عدد من الوزراء حيث افتتح رئيس مجلس الوزراء المتحف اليوناني الروماني بالاسكندرية هذا وأشاد رئيس الوزراء خلال الزيارة بجودة الأعمال المنفذة للترميم والتطوير وتنوى المعروضات الأثرية التي تعود لمختلف الحقب التاريخية لمصر مؤكدا أن هذا المتحف يعد صرحا جديدا يضاف إلى خريطة السياحة المصرية وإنجازا ضمن خطة الدولة لإعادة أحياء المناطق والمقار الأثرية لجعلها مقصد سياحي جاذب ويأتي افتتاح المتحف بعد إغلاقه لمدة 18 عاما وضم المتحف الذي يعد منارة علمية وثقافية داخل محافظة الاسكندرية قاعات للعرض المتحفية وحديقة متحفية ومركزا لحفظ وترميم الأثار ومركزا آخر لبحوث العملة ومركزا للبحث العلمي أشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمنظومة إدارة المخلفات موجها بتكثيف العمل بها للمحافظة على المظهر الحضري للإسكندرية باعتبارها عروس البحر المتوسط بالإضافة لكونها محافظة سياحية بالدرجة الأولى وخلال مشاهداته استفافا للمعدات الخاصة بالمنظومة استمع إلى شرح حول الخدمات المختلفة التي تقوم بها الشركة المسؤولة عن التشغيل شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي افتتاح المستشفى السعودي الألماني الجديد بالإسكندرية وتفقد جانبا من أقسام المستشفى للتعرف على تجهزاته واستمع مدبولي لشرح حول الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى وأكد مدبولي خلال الافتتاح حرصت دولة على تشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات في القطاع الصحية وتقديم مختلف عوامل الجذب للقطاع الخاص في هذا المجال الحيوية بهدف الارتقاء بالخدمات الطبية وضمان صحة أفضل للمواطنين ختم نشرة السادسة على شاشة التلفزيون المصري تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء خلال الاستقبالي وزير الخارجية الإيطالية الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد أن مصر تبدل مسعيها وتكثف اتصلاتها لاحتواء التصايد ويطالب بحماية المدنيين ووقف نزيف الدماء مع تواصل الغارات المكثفة شهداء الفلسطينيون يتخطون الألف ومطالب أممية بإقامة ممرات لتسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة رئيس مجلس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات بمحافظة الإسكندرية ويفتتح المتحف الرومني بعد ترميمه مشاهدين وصلنا لختم هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري نشكلكم على تصيب المتابعة تحية لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة